اخيرا سيكون القائد العام السابق للقوات المسلحة نور المالكي شاهدا على ما حدث في العاشر من حزيران الماضي ضمن لجنة موسعة يعتزم مجلس النواب من خلالها وضع نهاية لسلزلة طويلة من الاتهامات المتبادلة والانباء المتضاربة حول مسئولية انكسار الجيش في الموصل والانهيارات العسكرية التي لحقته واللجنة الجديدة التي ستضم اعضاء من كتل ولجان برلمانية مختلفة وربما مسؤولين محليين من نينوى هي لجنة موسعة عن اخرى كانت قد تشكلت مؤخرا داخل لجنة الامن ودفاع النيابية وبدأت اعمالها قبل اسبوع لبحث اسباب السقوط الموصل وستحقق اللجنة المتحدثة في كافة الخطابات والكتب الرسمية والتنبيهات التي صدرت قبل ايام من سقوط المدينة وستعقد لقاءات مع المسؤولين المحليين فيها وتستدعي للتخريق كل قائد عسكريا او شخصية سياسية تتورطها في الاحداث تشكيل لجنة مختصة موسعة لبحث اسباب سقوط الموصل يعتبر وبحسب مراقبين هي المحاولة الاولى الجدية من قبل البرلمان في تقس الحقائق عما جرى منتصف العام الحالي والايام التي تلت منذ ازاحة الملك عن السلطة في ايلول الماضي والذي كان قد قدم معلومات غير دقيقة عن المتسببين في تلك الهزيمة وقال ان المدينة تعرضت لمؤامرة دون الاشعال بوضوح الى اطراف تلك المؤامرة كما انه اصدر اوامر باقالة ضباط كبار في الجيش اتهموا بالتسبب بالخسارة لكن تلك الاوامر بدت انها لم تنفذ بعد ظهور بعض تلك القيادات في وسائل الاعلام اشتركوا في القناة